موجود هذا حتى في إقرأوا في كتاب الفاحشة نقلت أنا رواياتهم أنه أولا عائشة كانت تركب الجمل متبرجة ثم كان الرجال يطوفون بها تعرفين شنو معنى الرجال يطوفوا بها يعني يفتأع الشكل يأخذونه أو يمشون وراه إلى آخر ثم كانوا يتبركون ببعر جملها يعني هذا الخرأ أجلكم الله الذي يخرج من دبر البعير يأخذونه يتمسحون بي يتبركون بي يشمونه ويقولون ريح بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك هذا طبعا على فتوى الوهابية لازم يصيرون يعني مشركين لأنه يتبركون بالخر الآن أنت الشيعي يجيك الوهابي يقول لك أنت أصلا مشرك ليش يقول ليش تتبرك بالتربة الحسينية إن هذا إلا تراب هو الشنو هذا تراب يشنع عليك ويصارخ أنت شنون الشكل تسوي أنت من كل عقلك هذا تراب هذا أنت تتبرك به الله أكبر زين لماذا لم تنظروا إلى أسلافكم وصحابتكم كانوا يتبركون مو تراب عائشة وإنما خر جمل عائشة وأنا ذات مرة ذكرت أنه هذا شف من شدة الافتتان كان بعائشة أنه كانوا يتبركون بخر جملها فإذا حصلوا على خرئها ماذا يصنعون تخيل أنتبعا فهذه مشكلة أنهم هم ينكرون على غيرهم ولكن إذا كان من عائشة هي تتبرج هي تخالط الرجال هي تفعل كذا وكذا لا عندهم هذا مباح وهذا جائز أولا القضاء نأخذ اتصال بس من الأخ علي من السعودية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الشيخ ياصر أهلا ومرحبا بارك الله الشيخ مارك طيب الحمد لله أبو ركتم بس حبيتني توضح الكلام من أنت قاعد تقول هذا يعني أبي المراجع اللي يخطها منها أي كلام أنه كم صحابي تبركون في بعر الجمل موجود إن شاء الله موجود إذا عثرت عليه الآن في الكتاب أطلع لك سنت الحين نأخذ الأجوبة بس ممكن قبل ما أنسى هذا الأخ اللي سأل اللي اتصل يمكن من النجدة أو الحجاز عالبكري حول أنه الرواية أنه كانوا يتعلقون ببعر جمل عائشة خلي سجل عندك يا أخانا الكريم إذا تسمع هذه المصادر وانظر المصدر الأول تاريخ الطبري الجزء الثالث الصفحة 530 الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء الثالث الصفحة 247 امتاع الأسماع للمقريزي الجزء الثالث عشر الصفحة 245 الفتوح لابن أعثم الجزء الثاني الصفحة 481 يروون هذه الرواية عن أبي البختر الطائي قال أطافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجمل قبيلتا ضبة والأزد أطافتا بعائشة يوم الجمل وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح الميس طيح الله لقد شاهدت من هذا الحيوان الأحمر عجائب ما كنت أصدقها لو لم أرها لا يحمل على ظهره غير المسلمين لا يصير إلى حرب إلا بنية الجهات لا يصيح إلا لظن الله تعالى وبارو عسكر مبارك أنفاسه شفاء تعرفوا قدره وحاضروا أن تغضبوه إياكم ونكثر بيعة معه وإلا حل بكم عذاب أليم من حمل معه شعرة من وبره في أثيابه أو في كمه أنت ما تفعل بأباعر الجمال وثقها ولل العداء شام معطرة الحق أطيب أطيب من المسك سيوف هؤلاء الحمقى ستنقذنا من علي Silent Catholic ومسكو أطيب من المسكو